عارفين بين الملك فاروق وكاميليا حكاية كبيرة وليها تفاصيل كتيرة جدا محدش كان يعرفها قبل كده فحب الملك فاروق لكاميليا اللي وصل لحد الجنون كان بيخليه يحكي لها كل أسرار الأسر اللي ما كانش حد يعرفه غيره هو ده كمان دخل في سراع مع الدن جيوان رجدي أبوزه على حبها تعال اقول لكم كل تفاصيل الكسة دي من طقطة لسلام عليكم الغريب إن القصة دي أول لقاء جمع ما بين كاميليا والملك فاروق ما كانتش في مصر لكن كانت في أبرس وكاميليا كانت في رحلة وكانت قاعدة في فندق هناك وبالصدفة الملك في نفس الفندق في الوقت ده بمجرد ما وقع عين الملك فاروق عليها أصبح مهتم جدا بيها وفي مرة اتفاجأت كاميليا بصديقة ليها بتقول لها إن الملك سأل عليها تسلم عليه فقام الملك وسألها اسمك إيه يا مزمزيل قالت له كاميليا قال لها أهلا وسهلا أنا فعلا سمعت عن ممثلة جديدة اسمها فعلا كاميليا وبعد رجحها لمصر اتفاجأت بمكالمة من شخص قال لها أنا من شركة إنتاج سلمائي وبعت لها عربية تاخدها من بيتها في العربية اكتشفت إنها قعدة جنب بوليس هو السكرتير الملك وأخذها القصر عبدين وكانت هي في غاية السعادة بإن الملك لسه فكرها الملك فاروق حب كاميليا بجنون وقدرت بجمالها وجاذبيتها إنها تسيطر على مشاعره سيطرة كاملة لدرجة إنه كان بيقولها على أدق الأحداث والتفاصيل اللي بتحصل في القصر حتى عرفت قرار طلاقه من الملكة فريدة قبل ما يعلن الخبر بشكل رسمي لكن الظهر مثل الحب ما قتل حقيقي جدا فبعد وفاة كاميليا في حادث الطيارة الشهير اتقال وقتها إن الملك فاروق هو اللي ضبر لها الحادث بعد ما اكتشف خيانتها ليها وكاميليا ما قدرتش تقاون سحر الدنجوية الرجدي أبوزة ووقعت في غرامه وتحدد حب الملك فاروق ليها وكررت تتجوز رجدي أبوزة وكان رجدي بيزورها في شاقتها في عمارة الموبيليا وأكدت له الأول في قلبها وإنه هيكون الأول والأخير ووصل الموضوع ده للملك فاروق اللي غضب جدا وصار وإنه هينتقم منه وفي مرة من المرات رجدي أبوزة وكاميليا كانوا بيتعشوا في فندق مينا هاوس وعرف رجدي أبوزة إن الملك وصل المكان قرر إن ياخد كاميليا ويمشي بسرعة قبل ما الملك يوصل لكن قبل ما يخرجه من المطعم الفندق اتفاجئ بمسدس في دهره ولما لف لقى الملك فاروق اللي قال له وهو غضبان جدا ابعد عن كاميليا الرجدي تحدى الملك واتفق مع كاميليا على الجواز وحدده المعاد الجواز اللي كان في شهر أكتوبر سنة 1950 حاولت كاميليا إنها تخلص كل الأعمال الفنية اللي كانت بتصورها علشان تتفرغ للجواز من رجدي أبوزة لكن الموت كان أسرع منها وخطف كاميليا قبل الفرح بشهر كاميليا كانت بتحس بواجع مستمر في معدتها وقررت إنها تسافر بره علشان تتعالج قبل الفرح فاتصلت بشركة الطيران CWA وطلبت إنها تحكي استذكرة في أسرع وقت لكن الموظف الحجز أكد لها العدد مكتمل في أقرب طيارة والغريب إنه اتصل بيها الموظف الحجز وقال لها إن واحد من الركاب اعتذر عن السفر عن الرحلة وبكده في مكان فادي وتقدر إنها تسافر والغريب كان الراكب ده كان هو أنيس منصور وفعلا سفرت على الطيارة دي اللي قامت يوم الخميس 1 أغسطس سنة 1950 الساعة 12 الدهر وبعد أقل من نص ساعة وقت الطيارة في مدينة الدلنجاب في محافظة البحيرة وماتت كاميليا في الحادث البشع ولما عرف رجد أبوزة بموت كاميليا أغم عليه وانتقل على المستشفى وهو عنده انهيار عصبي شديد وقعد أسبوعين في المستشفى ومسحيش خلالهم إلا ساعات قليلة لأن كان الدكاترة كانوا بيدولوا أعليجة منومة ومهدقة كتير وكاميليا بشكل ده ناس كتير اتهمت الملك فاروق إنه هو اللي دبر الحادث ده علشان ينتئم من كاميليا بعد ما فضلت عليه رجد أبوزة ترجمة نانسي قنقر